وهو حول تشجيع قطع تصدير لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية تفضلي السيدة النائبة المحترمة شكرا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لتشجيع قطع تصدير عملت الحكومة السابقة على بلورة استراتيجية خاصة بهذا القطاع وطلق على اسم المغرب المصدير وقد انطلقت أجراءتها فعلا منذ سنة 2009 وفق أهداف طموحة تمثلت خاصة بمداعفة الصادرات بمرتين في أفق 2015 وثلاث مرات في أفق 2018 وكذا العمل على إنشاء 200 مقاولة مستطرة سنويا عوض 75 وحدة خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا الإطار نسألكم سيد الوزير حول الحصيلة المرحلية لديها استراتيجية وهل تسير فعلا نحو تحقيق الأهداف المستطرة وخاصة تقليص عجز الحساب الجاري لميزة الأداءات الذي يعرف أرقاما قياسية حاليا شكرا كلمة لكم سيد الوزير الجواب تفضله شكرا للسيد النائبة شكرا للفريق على هذا السؤال هذا البرنامج الذي تفضلت السيد النائبة بالحديث عنه توقعت الاتفاقية في نهاية 2011 بمعنى الآن لدينا مجموعة محاوره التي يمكن أن نعطيك عليها حصيلة مرحلية فيما يخص مجموعات تصدير تم استهداف حوالي 1500 مقاولة واستهداف عدد من الشركاء على مستوى المراكز تسمر جهوية وغرف تجارة والصناعة وتم تنظيم عدد لقاءات حسيسية في هذا المجال ما الذي لديناه إحتمالات الموجودة هو أننا ممكن أن يكون لدينا five أثناء hai какие مجموعات دا لتصدير نصمي بكانصورة في المجال غدائية الصناعة الميكانيكية الاحتمال احتمال �صلات السيارات مجموعة تم ولكن внутри 5 مجموعة على مستوى الناسيجة nuestro يوم important.? صنعة الألوم Rhodeym وطنية نموعة الزيط soft وطنية البحر أو بناء العمل وشباه على مستوى المعارض تم تدويل معرض الدولي الأدوية دار سنة 2012 معرض الدولي للكهرباء وكذلك على مستوى عقود تنمية التصدير تم انطلاق بهذا المشروع لأنه كانت تخصفه واحد عدد الأوراق لكي يمكنه التضبط الآن هذه العقود تنمية التصدير تم الإعلان عنها من خلال لقاءات في عدد من المدن الآن لدينا حوالي 106 طلبات من شركات تسعى إلى هذه العقود لفيها جج المليون درهم أو خمسة دي المليون درهم فيها الصناعات الغدائية 20 فيها صناعة الناس الجي 22 فيها عدد القطاعات على مستوى الافتحاص في مجال التصدير الهدف هو الوصول إلى افتحاص ألف مقاولة تم القيام فيها عدد الأنشيطة فيها عدد الصناعات وأغلب هذه المقاولات هي مستعدة بطبيعة الحال للدخول في هذا المجال التصدير بجانب الترويجي ما نتكلمش عليه إنه معروف توجد دينا في عدد الأسواق الدولية ولكن أساساً السوق دي الإفريقية جنوب الصهراء شكراً سيد رايس كلمة لكم سيداً نائبة المحترمة التقييم شكراً سيد الوزير على هذه التوضيحات اللي اعتتنا ولو أنه قلت لنا كل شيء هذا شيء بقي محتمل يعني بقيت هذا شيء حاجة ما ما كيناش على أرض الواقع بشكل ملموس فالأيطار أنا أريد أن أذكركم بالبرنامج الحكومي اللي تزمت فيه بما يلي معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية للتوازنة الخارجية بما فيها وضعيات الميزان التجاري ووضعيات الحساب الجاري وميزان الأداءات وذلك عبر تحديد معويقات الاستثمار التنافسية والعمل على إزالتها وفق رؤية مندمجة لكن لحد الآن لم تتبلور هذه الرؤية المندمجة حيث نسجل بكل أسف غياب الرؤية المتكاملة التي تهدف إلى دعم تصنيع والتكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية التصديرات لأن الجمع ديال القطاعين لم يكن جمعاً اعتباطياً لأنه ليس جمع تقني هو عنده فلسفة وعنده عمق القطاعين تجمعه من أجل هذه الرؤية المندمجة لأن الصناعة في خدمة التصدير وهذا الأمر إلى حدود الآن لم لمسه هذا الأمر يجرني إلى الحديث مجدداً عن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة والقيادة الناجعة للاقتصاد التي ستمكننا من مواجهة حقيقي لتداعية الأزمة الاقتصادية الحالمية وهو الأمر الذي ما فتعنا ننبهه له داخل حزب الاستقلال وفي الفارق الاستقلالي لا من خلال المذكرة لوجهناها لرئاسة التحالف ولا من خلال اللجاة القطاعية داخل البرلمان لقد كنا ننتظر من الحكومة ولازم ننتظر العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للتنمية يتلائم مع واقع التطور الاقتصادي والاجتماعي ينبني أساسا على تنميات الصناعة وخاصة الموجهة للتصدير من خلال تقوية العرض التصديري وتكتيف الإنتاج وتحسين التنفسية لتسهيل وروج إلى الأسواق والحديث عن الأسواق قد نرجع إلى إشكالية تنويع الأسواق والاتجاه إلى الأسواق الباذيلة التي تمثل فرص حقيقية لتنمية الصديرات في بلادنا فكيف يعقل أنه إلى حدود اليوم ما زال 57% من المبادلة التجارية في المغرب هي مع الاتحاد الأوروبي في حين أن حصة إفريقيا لا تتعدى شرف المياه مع العلم أن الصين تجعل من هذا السوق هدفاً استراتيجياً وإحنا كدولة إفريقيا ما زلنا بعيدين نكون البعد عن تحقيق هذا الهدف وشكراً كلمة لكم سيد الوزير للرد شكراً سيدة النائبة بصراحة بصراحة السيدة النائبة لا أعرف أي علاقة للوحدة العدد للأمر قلت مع السؤال أنا سهولتني على القضية للبرنامج كنت أميناً وأجبتك عني البرنامج قلت لي 2009 قلت الكرة في نهاية 2011 أعطيتك أرقام مدققة حول المجموعات تصدير حول كذا الآن القضية للنموذج الاقتصادي ليس هو السؤال القضية علاقة الصناعة بتجارة الخارجية مش هدو موضوع السؤال ولكن على كل حال كان واحد العدد ديالستراتيجيات وأنت تعلمين ذلك جيداً تحتاج إلى وقت عندما نتحدث عن تنويع الأسواق في بداية 2000 كنا مع الاتحاد الأوروبي كثير من 70% الآن حوالي 7-57% وهذا واحد إنجاز كبير لأنه عندما نتحدث عن تنويع القضية التنويع ليس قضية قرار يجب أن تكون هناك مؤسسات بنية تحتية والاشتغل كله على إفريقيا جنوب الصهراء أخذ سنوات لكي يكون المقاول المغربي قادراً على الدخول إلى هذه الأسواق قضية التنويع الآن هو واحدة ثابت استراتيجي في السياسة العامة ديال البلاد شكراً سيد رئيس